حبايبنا طلبات وطالبات السنواء العامة في كل مكان في مصر معاكم النهاردة مستر ايمن حمدي على منصف هنزاكر اولاين مستر ايمن النهاردة هنتكلم على ايه قالك هنتكلم على الباب التالت فلسفة مستر ايمن بيتكلم على ايه الباب التالت قالك بيتكلم على الفلسفة واخلاق المهنة من خلال مجموعة من النقاط اللي هنستعرضها مع بعض نشرح فيها الباب التالت بطريقة سهلة بطريقة بسيطة نقدر نستوعب ونركز على الكلام اللي هنقوله ان في اجزاء يا مستر ايمن بالفعل تبقى موجودة معايا وفي عقلي ان هي اسئلة امتحانات جاية سنة دي ان شاء الله تعال نشوف الباب التالت بيتكلم علي اولا في الدرس النهاردة او موضوع النهاردة هنستعرض مجموعة زي ما شايفينها مع بعض اولا قيمة العمل في نهضة الامم هنتكلم على تعريف اخلاق المهنة بعض الظواهر التي تدل على عدم التزام صاحب المهنة باخلاقيات المهنة اهمية مواصيك المهنة دور الفلسفة الواجب واخلاقيات الوظيفة العامة الواجب المهني بعض رؤى الفلسفة اللي تكلموا على اخلاق المهنة برغم اختلاف ثقافتهم وعصورهم ده بيعتبر يا شباب النهاردة طال خيص للنقاط الرئيسية اللي هنتكلم فيها على الوحدة التالتة وهي الفلسفة واخلاق المهنة برافو عليكم تعال وحدة وحدة كده نستعرض الباب ونحكي القصة والحدوتة بطريقة سهلة نقدر نستوعبها ونقدر نحل عليها انشاء الرحمن في الامتحاد اولا هنتكلم على قيمة العمل هو العمل اهميته ايه قالك العمل ده هو اللي هيميزني انا طب هيميزني عن ايه قالك هيميز الانسان عن الحيوان تمام يبقى العمل ما يميز الانسان عن الحيوان طب الانسان هيعمل ايه الانسان هنا هيقوم بمجموعة من الوظائف أهمها زي ما نشوف مع بعض هو تحويل مواد الطبيعة الغير قابلة الاستهلاج بطريقة مباشرة إلى مواد قابلة الاستهلاج فهيعمل إيه؟ قالك هنا أول حاجة هيعملها أننا نعمل من أجل تاني تحويل الطبيعة التي لا تستجيب مباشرة لحاجتنا زي إيه؟ قالك الأعشاب الحبوب الفاكهة هيحول الحديد إلى سيارات وطائرات زي ما شايفين مع بعض طب السؤال بقى هنا هل الإنسان ده يقدر يعمل الكلام ده بقوة يديه؟ يعمله بالطريقة التقليدية العادية؟ قالك لا محتاج لتقنيات حديثة يعني إيه تقنيات حديثة؟ يعني آلات حديثة عشان يقدر يقوم بالعمل ده؟ لذلك قالك الإنسان مضطر العمل من أجل ترويد الطبيعة أهو واستغلالها بشكل يناسبه علشان كده كان لازم يستعين هيستعين بإيه؟ قالك بتقنيات يعني آلات حديثة وهو ما يمثل هنا الجانب الإبداعي مين؟ للإنسان يبقى أنا عندي هنا قيمة العمل ودي من الأسئلة اللي ممكن تجيلي في الامتحان يبقى العمل هنا وظيفته إنه هو بيميزني عن مين؟ قالك يميز الإنسان عن الحيوان من خلال تحويل مواد الطبيعة أو الأعشاب أو الحبوب إلى مواد قابلة للاستهلاك تمام؟ السؤال اللي بعد كده أو الجزء اللي بعد كده هنبدأ نعرف أخلاق المهنة يعني يا مستر أيمن أخلاق المهنة قالك هي مجموعة من الأسس من المعايير من القوانين من المبادئ التي لا تستقيم المهنة بدونها يعني لازم الأسس دي والقوانين دي تكون معايا عشان المهنة تستقيم السؤال هنا يبقى هنا تعريف أخلاق المهنة تاني قال لي مبادئ أسس معايير شباب بتدي نفس المعنى التلات كلمات قالك هنا أخلاقية لا أهو لا تستقيم المهنة بدونها الطابع الإجزامي لسلوك الإنسان أو المشتغلين بالمهنة دي لا يرجع يعني أنا عشان أخلاق المهنة دي أطبقها ده مش هيرجع للوزع الديني ولا الضمير ولكن من القواعد الأسس المستنبطة من الأداء الأمثل للمهنة من الأداء الأمثل للمهنة يبقى أنا هنا عندي تعريف أخلاق المهنة إيايا مستر أيمن قالك مبادئ أسس معايير قواعد لا تستقيم المهنة بدونها طب أخلاق المهنة بترجع للإلزام الخلقي المتمثل في الوزع الديني أو المتمثل في الضمير قالك لا ده بيرجع للقواعد المستنبطة قالك من الأداء الأمثل لأخلاق المهنة طمام اللي بعد كده ونشوف مع بعض هنتكلم على الفلسفة هنا اختلفوا حول طبيعة هذه المعايير طب الفلسفة لما اختلفوا انقسموا الكام فريق قالك انقسموا لتلات فرق ركز قوي قوي يا شبابنا على الجزئية ديت كسؤال من الأسئلة اللي بتتقرر كتير في الامتحان السؤال بقى انتو اختلفتوا ايوا اختلفنا طب اختلفتوا اتقسمتوا لكم قسم قالك تلاتة انقسمنا الفريق أول وتاني وتالت يعني هما تلاتة بس مش اربعة الفريق الأول هيتكلم على ايه فريق تاني هيقول ايه الفريق التالت هيقول ايه عشان اعرف التعامل مع السؤال تعالوا مع بعض نشوف كده اولا الفريق الأول الفريق الأول قالك انا هربط اخلاق المهنة بالطابع الخاص والعام يعني ربط بين الثقافة العامة والثقافة الخاصة قالك هنا اصحاب هذا الرأي او هذا الفريق بيروا انه يجب عدم تدخل اي شكل من اشكال مين السلطة وان الممارسة الحقيقية او الفعلية للمهنة هي ديت المسؤول الاوحد لضبط هذه المعايير يبقى الفريق الأول لما اجيك تكلم يا مستر ايمن اتكلم على ايه قالك اتكلم هنا على ان انا هربط بين الطابع العام والطابع الخاص ورفضنا اي تدخل من مين من السلطة وطب انا هاعرف منين ان الشخص ده او الفريق ده او الناس ديت التزموا باخلاق المهنة قالك من خلال الاداء الامثل لقواعد المهنة او الاداء الامثل لتطبيق هذه المعايير يعني هذه القوانين او هذه الاسس تمام طب الفريق التاني قالك يذهب هذا الفريق الى اننا هربط اخلاق المهنة بالثقافة بص بقى هربط اخلاق المهنة بالطابع الثقافي المتمثل في ايه ان انا هيبقى عندي هنا حاجتين عندي اول حاجة مجموعة من السمات او الصفاق السبتة ومجموعة من المتغيرات اولا المعلم هناخد مثال المعلم يجب على المعلم هنا ان هو يكون عنده عدالة في التقييم واحد يبقى عدالة عنده تاني حاجة البعد عن الرزائل اتنين رقم تلاتة ان الرجل ده يبقى علاقته بالطلاب ايه مع الحب والاحترام تمام السؤال بقى طب ايه المتغيرات اللي ممكن يختلف فيها معلم عن التاني احنا بنقول مثال معلم قالك هنا اجر المعلم ميوله اتجاهاته تتسم بالنسبية يبقى فيه ثوابت في الفريق التاني وفيه متغيرات في الفريق التاني يبقى انا عندي هنا ثوابت وعندي متغيرات برافو عليكم طب الفريق التالت قالك يؤكد اصحاب هذا الرأي ان انا هفحص الثقافة جميل وبعد ما هفحصها احط اخلاق المهنة من خلال مجموعة من السمات من خلال مجموعة من الصفات يبقى انا هنا الفريق التالت هفحص وابدأ هنا اضع المعايير الاقلاقية ويداني مثال بمهنة المعلم اول حاجة سمات الشخصية او السمات الخاصة بالشخصية معلم صفاته ايه الشخصية اللي هتدرس دي او هتعلم ولادنا هيبقى صفاته ايه تاني حاجة قالك طبيعة المتعلمين او طبيعة المعلمين بمعنى اصحاب يبقى اول حاجة سمات وطبيعة المعلمين وبعد كده وضع المعلم وضع المعلم هنا ومكانته في المجتمع وبعدين رقم اربعة ودي الاهم بقى مين هي رقم اربعة قالك الدور اللي هتقوم بالدولة تجاه العملية التعليمية اهو طبيعة الدور الذي تقوم بالدولة تجاه المؤسسات التعليمية ركز بقى بدون هذا الدور هتصبح كل هذه السمات او الصفات قالك مجرد شعارات ليس لها قيمة هنشوفها مع بعض يبقى عدم الالتزام بالمعايير السابقة اللي هي واحد اتنين تلاتة اربعة يخولها لشعارات وقوانين جامدة ليس لها قيمة يبقى انا هنا واحدة واحدة بقى انا هنا لما اختلفنا كفلاسفة انقسمنا يا رجالة شبابنا بناتنا في كل انحاء مصر ابطالي السنوية العامة عندي تلات فرق فريق اول تاني تالت نفتكرهم مع بعض الفريق الاول قالك انا هربط بين الطابع العام والطابع الخاص من خلال مجموعة من القوانين هذه القوانين قالك مستر ايمن رافضوا كل اشكال من اشكال السلطة تدخل فيها وان انا هحكم على المهنة من خلال اداء الامسل للمهنة فريق التاني رابط بين اخلاق المهنة والثقافة من خلال حاجتين مجموعة من السوابت ومجموعة من المتغيرات الفريق التالت قالك انا هفحص الثقافة وضع من خلالها اخلاق المهنة من خلال مجموعة من الشروط برافو عليكم طبا مستر ايمن السبب المباشر لزهور اخلاق المهنة السبب المباشر هنا عجز الاخلاق العامة ان توفي باحتياجات كل مهنة والسبب التاني ان انا عايز اصدح هذا الخلل اللي ظهر في المجتمع نتيجة عدم وجود قوانين خاصة بكل مهنة برافو عليكم يبقى اول سبب اهو عجز الاخلاق العامة عن الوفاء بما تحتاجه كل مهنة من التزام خلقي والزام مهني يبقى هنا السبب اللي خلي دي تظهر اللي هي اخلاق المهنة العجز اللي ظهر فين الاخلاق العامة برافو عليكم وان انا عايز اصلح بقى قالك حاجة المجتمع لاصلاح هذا الخلل عن طريق وضع معايير المعايير ديت اللي هي الاخلاق المهنية تمام قالك جديدة للاخلاق التطبيقية لضبط سلوك المهنين يبقى انا هنا عندي مشكلة ظهرت وهي عدم وجود قوانين خاصة بالمهنة وعجز الاخلاق العامة ان توفي باحتياجات كل مهنة برافو عليكم ندخل بقى على جزء مهم قوي جزء معايير عندي بعض الظواهر اللي ظهرت بتدل على عدم التزام صاحب المهنة باخلاق المهنة موظف طبيب معلم زابط سواق صحفي تاجر مقاول كتير قوي وهناخد امثلة على الكلام ده بص معايا اول حاجة الموظف هيروح يستخدم امكانيات الشركة لمصلحته الخاصة وليست المصلحة العامة بالرغم من ان هذه الامكانيات ملكة للمؤسسة التي يعمل بها اتنين رايح انا اكشف عند الدكتور قالك السجاير مدرة وانت تعبان وهو قعد يدخن قدامك مدرس داخل يشرح ومولح سجارة قدام الطلاب يبقى هنا الطبيب والمعلم ده بيدخن قدام تدمزيزه او طلابه طبيعام ايمن ضبط المرور او السواق الذي لا يلتزم بقوانين المرور ده برضو بيدل على عدم الالتزام طيب الصحفي بقى اللي راح يكتب خبر عشان يحقق من وراء صبق صحفي برغم ان هو مش متأكد من صحة الخبر ولكن بيصيغوا عشان يحقق مصلحة خاصة كل ده امثلة على عدم التزام صاحب المهنة باخلاقيات المهنة يبقى انا عندي هنا بعض الظواهر التي ظهرت كانت تدعب قوة لظهور ما يسمى باخلاق المهنة برافو عليكم يلا بينا اهمية بقى مواصيك اخلاق المهنة هي اخلاق المهنة دي يا مستر ايمن ايه اهميتها وعلى فكرة بالمناسبة من الاسئلة اللي بتيجي في الامتحان اول حاجة قال لي تجني مؤسسات الاعمال الحكومية والخاصة فوائد كثيرة اربعة عندي اربع فوائد اول حاجة الصورة الزهنية الايجابية يعني ايه الصورة زهنية ايجابية تعال نشرحها بالبلد الاول انا طلعت رحلة مع شركة سياحية التزموا بالبرنامج بتاعهم زي ما هم كاتبينوا فانا هنا كراجل متعامل مع هذه الشركة كونت صورة زهنية ايجابية هطلع معهم تاني هقول لاصحابي هقول لاصدقائي يبقى انا هنا اول حاجة الصورة الزهنية الايجابية يؤدي ذلك للمخافزة على الصورة الايجابية لاصحاب المصالح المتعاملين مع المؤسسة سواء بقى كان شركة مصنع شرك السياحة اطلع عمره الى اخره يبقى اول حاجة الصورة الزهنية يبقى اهمية المواصيك تاني يا شباب نصح صح مع بعض هم اربع اهميات تاني واحدة تحسين الاداء تحسين الاداء بمعنى ايه ان انا لو اتزمت بقيم العمل واخلاقياته هيحصل تحسين الاداء هيبقى منتج جيد طب رقم تلاتة ايه قالك الاتزام بالمسئوليات القانونية ده هيحمينا احنا كعاملين بالمؤسسة او اصحاب المؤسسة دي عن المسائلة القانونية مسائلة ايه قانونية يبقى هنا حتى نتجنب المسائلة القانونية والاجتماعية اخر حاجة قال لي الاستخدام الامثل للموارد بمعنى ايه ده يعتبر امر مهم عند اتخاذ قرارات تتعلق بالانتاج لسببين السبب الاول ان انا لو انتجت اسماف معيبة فيها عيب ده هيضطرنا كشركة او مؤسسة ان احنا نعيد تصنحها مرة اخرى دي كارثة الحاجة التانية ان انا ممكن انتج الات هذه الالات فيها عيوب يستخدمها بعض العمال فتعرض حياتهم للخطر يبقى انا عندي هنا اربع اهميات لاهمية المواثيك الايه الاخلاقية تمام من الاسئلة المهمة اوي وتركز فيها وتركز في كل نقطة لانها من مواضع الحساسة كسؤال امتحان سنوية عامة طب السؤال بقى هو الفلسفة لها دور في المواثيك الاخلاقية قالك اوه الفلسفة لها اربع اهميات لها كم اهمية هنعرفهم مع بعض تحليل تحديد وضع مبادئ يبقى الفلسفة هنا اول حاجة مستر ايمن هتعملها ان هي تبدأ تحلل الواقع تبدأ تحدد القوانين والمعايير وتبدأ تضع هذه القوانين والمعايير لاخلاق المهنة ثم في النهاية هطلع بمنتج نهائي اللي هو ايه اللي هو اخلاق المهنة نشوفهم مع بعض قال لي اول واحدة قام الفلسفة بدور كبير في وضع هذه المواثيك الاخلاقية من خلال اهو تحليل الواقع الثقافي تحليل ايه شباب الواقع الثقافي عشان استقلص منه القيم يبقى اول حاجة تحليل زي ما قلت تاني احلل احدد وضع مبادئ ده دور الفلسفة تاني نقطة قالك هنا تحديد الاسس والقواعد بقى والضوابط اللي هتقوم عليها اعمال اي مؤسسة يبقى انا حللت وحددت طب فاضل ايه تاني مش فاكرة يا مستر ايمان سهل يا شباب ما احنا حللنا وحددنا هنخش بقى على ايه على وضع مبادئ يبقى الاربعة واربعة وضع اصص ميساق اخلاق المهنة والذي يمثل اطار المرجعي لهذه المعايير التي تحكم السلوك مين اللي هيضع الميساق بقى احنا الوقت عايزين نضع الميساق تقوم علي المهنة الميساق ده هيقوم على حاجتين واحد هنا ثابت واحد متغير الثابت هنا الفيلسوف واثنين المتخصصين مش فاهم يعني انا رايح اضع اخلاق لمهنة التدريس واخد معايا فيلسوف ومدارسين رايح اضع اخلاق لمهنة الطب واخد معايا فيلسوف واخد معايا مين الطباء برافع عليكم طب رايح اضع اخلاق لمهنة الهندسة مهندسين يبقى مصر ايمن برضو الفيلسوف ومعه مهندسين يبقى اللي هيضع الاساس او الميساق الاخلاقي لأي مهنة اتنين مين ومين يعمل حاج قالك واحد اول واحد هيبقى الفيلسوف ومعه المتخصص في المهنة رقم اربعة اللي مبادئ الالتزام بالسلوك الاداري والوظيفة داخل مؤسسة يعتبر المنتج النهائي لاخلاق المهنة يبقى انا هنا ده رقم اربعة ده المنتج اللي انا هطلع به المنتج بقى القوانين والقصص اللي هتقوم عليها اخلاق المهنة تمام برافو عليكم يبقى انا هنا تاني افتكر مع بعض وركز في السؤال هنا دور الفلسفة في المواصيك الاخلاقية كم حاجة مستر ايمن اربعة ايه هم يا شباب بواحدة واحدة تحليل تحديد وضع مبادئ برافو عليكم طب السؤال بقى هي اخلاقية الوظيفة العامة ايما على ايه بصوا شباب الوظيفة العامة هي معايير هي اسس تمام هي مجموعة من المعايير والاسس التي تمام قالك هنا يتم تحددها في ضوء القيم والمبادئ هدفها خدمة المصلحة العامة تاني يا شباب مهام مسئوليات هنحددها الهدف منها المصلحة العامة بس يا مستر ايمن قالك لا وتخص شاغليها شاغل الوظيفة العامة بمجموعة من الامتيازات مجموعة من الامتيازات يعني كل واحد هيشتغل في مهنة معينة هذه المهنة هيقوم هتقوم على مجموعة من المهام او المسئوليات اللي بنحددها في ضوء القيم والمبادئ هدفها المصلحة العامة وتخص شاغليها بمجموعة من الامتيازات ده اسم الوظيفة العامة طب عندي اخلاقيات الوظيفة العامة زي ما هنشوف مع بعض اخلاقيات الوظيفة العامة هي كمان عبارة عن مجموعة من المعايير شوفها مع بعض قالك تعريف اخلاقيات الوظيفة العامة هي عبارة عن ايه قبل ما نشرحها هي عبارة عن مجموعة من المعايير او الاسس التي يمكن من خلالها الحكم على السلوك اذا كان سوي او غير سوي العمل اللي بقوم به حيحدث الفساد الإداري فين قالك هيحدث الفساد الإداري عندما ننحرف من تحقيق أهداف عامة لتحقيق مقارب أو أهداف خاصة برافو عليكم تعالوا نشوفها مع بعض يبقى معايير أرسوس قواعد كلها صح يمكن فضوها الحكم على السلوك باعتباره صحيح أو خاطئ السؤال هنا من الوجهة الإنسانية الفساد هيظهر إمتى يا مستر أيمن بسبب الانحراف عن هذه القواعد يعني إيه مش فاهم يعني بدل محقق من خلال الوظيفة العامة دي المصلحة العامة حولتها إلى مصلحة قاصة أو مقارب شخصية اللي اتنين بيدوا نفس المعنى يبقى أنا عندي هنا وظيفة عامة عبارة عن إيه تاني عبارة عن مهام مسئوليات المهام دي والمسئوليات بتحدد في ضوء القيم هدفها المصلحة العامة وتخص شاغليها بمجموعة من الامتيازات شكرا أخلاء الوظيفة العامة معايير هحكم من خلالها على السلوك إذا كان صحيح أو غير صحيح سوي أو غير سوي الفساد هيظهر إمتى لما ننحرف من تحقيق أهداف عامة لتحقيق أهداف خاصة ليه؟ لأننا ما التزمناش بالقواعد والمعايير الأخلاقية يبقى أنا هنا خد تعريف الوظيفة العامة وأخلاقيات الوظيفة العامة برافو عليكم ويلا بينا نتطرك لأجزاء تانية في الباب التالت فلسفة بيتكلم على بص بقى عناصر أخلاقيات الوظيفة العامة هيتكلم على مبررات الوظيفة العامة هيتكلم هنا على آليات الوظيفة العامة الأجزاء دي تخلي بالك منها قوي وتخلي بالك من النقاط لأن السؤال بيجي جوه النقاط أخلاقيات أو عناصر أخلاقيات الوظيفة العامة أيما على كم حاجة بص معايا كده نستعرضهم مع بعض أيما على الالتزام يبقى عناصر التزام بالأنظمة والقوانين شكرا العدلة وعدم التحيص اتنين الانتماء والولاء للمؤسسة أو المنظمة اللي أنا بشتغل فيها احترام قيم وعدات المجتمع احترام وقت العمل وحب العمل يبقى أنا هاحترم وقتي وأحب العمل اللي بقوم بيه لازم يبقى عندي أمانة ونزاهة وإخلاص في العمل لازم أخافز عن ممتلكات اللي أنا من خلال المؤسسة اللي أنا بعمل بها السرعة والإتقان في إنجاز العمل وتنمية الكفاءات العلمية والعملية يبقى أنا عندي عناصر أخلاقيات الوظيفة العامة دي أمثلة عليها بحب العمل بلتزم بالقوانين عندي عدالة عندي حب العمل عندي نزاهة وأمانة عندي هنا مخافزة عن ممتلكات سرعة وإتقان تنمية المهارات سواء علمية أو عملية دولت كلهم اسمهم إيه يا شباب خلي بالك بقى من حتة خطيرة قوي خلي بالك من إيه يا مستر أيمن أخلي بالي من عنوان يبقى أنا عارف أن العنوان عناصر أخلاقيات الوظيفة العامة فيها تمانية أو عشر صفات دولت كلهم بيمثلوا عناصر أخلاقيات الوظيفة العامة تمام أهو مبررات بقى المبررات السبب لاهتمام المؤسسات والمنظمات بأخلاق الوظيفة العامة قال لك المبرر كان مجموعة من الصفات بصوا بقى أولا المبررات أحسن الخدمة المقدمة تمام هبدأ هنا الشفافية عندي شفافية عنده وضوح في تنفيذ هذه الأعمال من جانب الموظفين عندي تنمية قدراتهم وأن أنا أحفزهم أحفزهم على إيه قال لك تحسين الأداء أعزز من أداء المنظمة كواحدة كلية مش فردية عمل جماعي داخل المؤسسة قال لك احترام حقوق ومصالح الآخرين يؤدي إلى زيادة الثقة ما أنا لو احترمت مصالح الناس اللي بتعامل معاهم هيبقى هنا عندهم ثقة بهذه المؤسسة أو المنظمة ضمان خرية الفكر والرأي والإبداع للعاملين مما يؤدي لتحسين أداءهم خد بالك بقى جي جت قبل كده سويا مستر رايمن يعني هيعمل ايه يعني يجيب لي نقطة من اللي احنا شايفينهم دولك ويقول لك دي مبررات ولا آليات ولا عناصر ولا يقوم حاطط لي مصطلح رابع أيها بداية بقى أخلاق وظيفة عامة وظيفة عامة من الأسئلة اللي بتجي من العنوين يعني يجيب لك أربع عنوين ويجيب لك نقطة بقى من دولك سواء عناصر سواء مبررات أو سواء آليات اللي لسه هنشوفها دلوقتي مع بعض طيب السؤال اللي بعد كده الآليات بقى آليات تحسين ازاي حسن ونمي هذه الاعتبارات في مجال الوظيفة العامة قال لي الآليات هنا القواعد اللي هتقوم عليها أخلاق الوظيفة العامة أول حاجة تقدير الأداء الأخلاقي يعني أنا هنا لازم اهتم بالأخلاق والجانب الأخلاقي والعاملين بالمؤسسة لو ناس بيلتزم بالقوانين ناس عندهم أخلاق لازم ده يتم وفق تقدير وفق حافظ نحفزهم رقم اتنين أحدد بقى بشكل واضح السلطات عندي مدير عندي عمال عندي موظفين كل واحد له وظيفة مختص بها بيقوم بيها يبقى رقم اتنين في الآليات تحديد الواضح لسلطات الموظفين والإدارين كل إنسان مننا أو كل موظف أو كل إداري أو كل عامل له وظيفة هيقوم بيها تمام رقم ثلاثة إن أنا أغرز فيهم السلوك الأخلاقي الذي يقوم على عقل والضمير بما يضمن الاستمرارية إن الناس دي يبقى شغلها طول الوقت أي مع الاثنين دولة أي مع العقل والضمير برافو عليكم بعد كده أحسن النظام الرقابي أنا شغال في شركة عندي مجموعة شاشات برائب العمل بشوف من اللي بيشتغل من اللي ما بيشتغلش يبقى أنا هحسن النظام الرقابي علشان إيه علشان أعرف كل واحد في المنظمة دي بيشتغل ولا لا يبقى تحسين النظام الرقابي وبعد كده وضع بقى جزئات مش أنا رأيبتهم شفت اللي بيشتغل ولا شفت الناس اللي عندها أداء أخلاقي حددت وظيفة كل واحد يبقى أبدأ هنا أضع جزئات راضعة لأي مخالفة أخلاقية كل مخالفة إيه أخلاقية قالك هنا والاستفادة بقى أنا هنا خسنت وضعت جزئات وهبدأ أستفيد من كل الوسائل اللي بتعزز احترام العمل الأخلاقي يبقى أنا عندي الأليات بص بقى تقدير تحديد غرس تحسين وضع استفادة دولة اسمهم أليات تحسين وتنمية الاعتبارات الأخلاقية يبقى أنا خدت كام عنوان يا مستر أيما وتقراهم وتذكرهم واحدة واحدة وما تذكرهمش ورا بعض عشان ما يخشوش في بعض أذكرهم وافصل بينهم يبقى أنا عندي عناصر عندي مبررات وعندي يا مستر أيما أليات برافو عليكم تهالوا بسرعة نشوف جزء تاني الفيلسوف دوره إيه الواجب المهن الفيلسوف للحفاظ على الهوية الوطنية والاجتماعية للمجتمع أيما من خلال إيه بص على الكلمة اللي جاية دي بيقولك الفلسفة هي نبت طبيعي لظروف المجتمع أي كل فلسفة نبت طبيعي لظروف المجتمع نبت يعني نتيجة طبيعية لظروف المجتمع بمعنى الفيلسوف لما هيبدأ يشتغل على أرض الواقع هيعتمد على الواقع اللي هو عايش فيه اللي هيبدأ منه نقطة إنتاجه الفكري تمام قبل بقى ما نستعرضها مع بعض أنا عايز أعرف كده بالبالة دي واحدة واحدة يا عم أيمن هو دور الفيلسوفي الفيلسوفي يا شباب له دورين اللي هو وجب بتاعه أيما على حاجتين الحاجة الأولى أنه هو هنا حيدعو للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية والاجتماعية للوطن أو للمجتمع اللي بيهيش فيه والدعوة للتماسك والترابط ومنعوا من الإنقسام كما فعل فلسفة ألمانيا وعلى رأسهم الفيلسوف الألماني هيجل مرافو عليكم حاجة تانية إن أنا دوري إن أنا أنقل من الثقافات التانية هنقل من الثقافات التانية ليه أروح أشوف حضارات متقدمة أنقل منها وبعد ما أنقل منها أبدأ أبدع بقى في اللي نقلته أجدد أغير أطور بما يتنسب مع البيئة المحلية بتاعتي كما فعل مين يا مستر أيمن قال لك الفرابي وابن رشد الله ينور عليكم يا شباب تعال نستعرضها مع بعض أهو الانتاج الفكري بيتأثر بهوية وخصائص المجتمع يعني الراجل ده بيبدأ انتاجه الفكري من أحداث اللي بتحصل في المجتمع اللي عايش فيه تمام طب هو دوره إيه قال لك هاو دور الفيلسوف رسم الهوية الوطنية أو القومية المجتمع والدعوة إلى تماسكه واستقراره والحفاظ عليه من الفرقة والتفكك أو الانقسام كما فعله للسقائل دلوقتي نستصح ما ننامش زي مين يا حاجة أيمن قال لك يا حبيب قلبي زي الفيلسوف الألماني مين هيجل برافو عليكم طب دوره إيه كمان قال لك أهو لهم دور هينقل بقى من الحضرات المتقدمة لأي مجتمع تراث أي مجتمع وشرحه وتلخيصه وعرضه وبعد كده يبدأ يبدع ويبدأ يضيف ويبدأ يجدد بس بشرط يا رجالة إيه يا شباب قال لك يا مستر أيمن بما يتنسب مع الهوية الوطنية مع البيئة الاجتماعية بتاعتي كما فعل مين ها نمنع ولا لسه صحيين كما فعل الفرابي ومين وبن رجد ده الواجب المهن الفيلسوف نقولها تاني وركز في السؤال كل فلسفة نبت يعني نبت نتيجة يا مستر أيمن الفيلسوف هيبدأ انتاجه الفكري من المجتمع اللي بعيش فيه دور الفيلسوف تاني حاجتين إنه هو يرسم الهوية الوطنية والقومية المجتمع من خلال الدعوة إلى تماسك وترابط المجتمع والبعد عن الفرقة والانقسام كما فعل فيلسوف ألمانيا الشهير هيجل برافا لي اتنين هبدأ انقل طب انت هتبدأ تنقل عشان المجتمع بتاعك يتقدم قال لك آه هبدأ انقل وابدأ اعرض اللي أنا نقلته ولخصه وابدأ بقى اجدد فيه وابدأ فيه بشرق الشرق صحيين ولا لسه قال لك آه بشرط يا مستر أيمن إن ده يتناسب مع البيئة بتاعتي البيئة المحلية بتاعتي كما فعل مين يا شباب قال لك يا عم أيمن كما فعل الفرابي وابن رشد برافا عليكم تعالى بقى النقطة وجزء في غاية الأهمية هما الفلاسفة كان لهم دور في أخلاق المهنة آه الفلاسفة كان لهم دور وانقسموا الستة برغم اختلاف الأسور هنلاقي الحضارة اليونانية بتدينا أمثلة على أخلاق المهنة من خلال فلاسفتها أو الفلاسفة المشاهير أو أشهر فلاسفة في اليونان وهو الفيلسوف اليوناني أفلاطون وأرسطن طب الحضارة الإسلامية مثلها مين مثلها الفرابي ومثلها ابن خلدون طب الحضارة الغربية مثلها مين مثلها آدم سمس وواحد اسمه جورج هيجي برافا عليكم تعالى بقى نستعرض يبقى عندي أفلاطون هم أرسطو فرابي ابن خلدون آدم جورج دولة الستة الستة دولة تفهمهم كويس وتركز في أسئلتهم وتعرف كل واحد عمل ايه لأن زي ما قلنا برضو دي موضع أسئلة في امتحان آخر السنة تعالوا واحدة واحدة بقى أفلاطون قال لي كلمة حلوة قوي قالك هنا زي ما احنا شايفين في حاجات أساسية أنا لازم أعملها ثلاث حاجات دي لأ أشياء الأساسية في حياة الإنسان أكل ومسكن وملبس عشان أقوم بالأنشطة دي اللي هو تحضير الطعام وبناء المساكن وصناعة الملابس هعملها من خلال سبيلين السبيل الأول والتاني إن أنا أمجز هذه الأعمال بمفردي بالتتابع وده ملخوظة بقى كان من سمات المجتمعات القديمة تمام؟ المجتمعات القديمة كانت أيمى على كده إن الإنسان بيقوم بكل الأعمال ويوزحها طبعاً لوقته يعني إيه مستر أيمان؟ يعني هياخد وقت في تصنيع الغذاء أو المسكن أو الملبس قال لك بس فيه بقى المجتمعات المتقدمة في الوقت ده أيمى على حاجة تانية أيمى على التخصص إن كل فرد هيقوم بعمل واحد بشرط إنه يكون مؤهل له ركز بقى ها ومن هنا جات فكرة التخصص اللي كان صاحبها أفلطون قال لك بقى المجتمع هنا لو قسمنا العمل المجتمع سيحصل على منتج جيد تمام؟ والمنتج سيكون سعيداً المنتج ده اللي هو بيقوم بالعمل لأنه سينجزه نوع واحد من العمل بسرعة وإتقان بسرعة وإيه؟ وإتقان يبقى هنا أفلطون تاني قال حاجتين قال هنا إن فيه ثلاث حاجات أساسية في حياة الإنسان عشان يشبههم في طرقتين في سبيلين إن أنا أوزع وإن أنا أتخصص في عمل واحد طب لو أتخصص وده التصنيف التاني أو السبيل التاني من سمات الدول المتقدمة في الوقت ده تمام؟ هامل إيه يا مستر أيمن؟ قال لك هنا أنا كمجتمع هحصل على منتج جيد والمنتج اللي بيقوم بالعمل هيقوم بيه بسرعة وإتقان وسعادة لأنه أصبح مهر فيه فهنا هيمتلك أفضل مهارات فيه قال لك بقى مين اللي هيعمل بقى؟ مين اللي هيشتغل هيعمل حاج؟ أنت هتودينا في حتة جميلة دلوقتي قال لك المواطنين الأحرار اللي هما اليونان بس هيقوموا بعملين بس فلسفة وسياسة يعني يشتغل في السياسة والبحث الفلسفي يدرس فلسفة ده مين؟ ده الأحرار طب مين بقى اللي هيقوم بالليلة دي كلها؟ قال لك العبيد قال لك هنا العبيد هيقوموا بكل الأعمال المنزلية وكل الأعمال المقترحة نيابة عن الحر حر مش هيعمل حاجة حر هيشتغل بالسياسة والبحث الفلسفي طب مين اللي هيقوم بالزراعة والتجارة والصناعة وبناء المنازل وووال آخره؟ قال لك العبيد ليه يعمل حاج؟ قال لك المواطن الحر لا يقوم بهذه الأعمال لأن لو قام بأعمال أصحاب الحرف ده بيحط من شرفه من قرامته ولا يتطفق ذلك مع الفضيلة وأم قيل كلمة تانية بقى بيحاول يبرر إن الحر لو قام بهذه الأعمال لما تبقى لديه وقت لأداء لأداء مهمته الأصلية وهي البحث الفلسفي والاشتغال بالسياسة يحجع أفلاطون أنت عايز إيه؟ قال لك بص يا بي تاني فيه حاجات أساسية عايز أشباحها وفيه طريقتين أو سبيلين السبيل الأول هو أزعه والسبيل الثاني التخاصل تمام مين بقى اللي هيشتغل أفلاطون؟ قال لك بص يا بي الأحرار اليونان وظيفتهم البحث الفلسفي والعمل بالسياسة أو الاشتغال بالسياسة وجميع الأعمال سواء منزلية أو تجارة أو صناعة أو زراعة هيقوم بيها نيابة عن الحر العبيد لأن ده بيحط من شرف الحر لو قام بهذه الأعمال والحاجة التانية أنه هو ما عندوش وقت لأنه لو قام بالأعمال ديت لم تبقى لديه وقت لممارسة مهمته الأصلية وهي العمل بالسياسة والبحث الفلسفي وقام أي الكلمة خطيرة بقى قال لك من حق الحر أنه هو يمتلك الأرض أما فلاحتها العمل فيها فمن صنف آخر صنف آخر لهم مين اللهم العبيد برافو عليكم طيب التعقيب بقى أخفل البعد الاقتصادي العمل بوصفه سلعة تبع وتشترى أخفل مشكلات القائمة على العمل وعنده مشكلة خطيرة أنه كان عنصريا في أنه قصر العمل أو اكتصر العمل على العبيد من غير اليونان قال لك أي راجل أي ست خارج اليونان تبقى في مرتبة العبيد من الأحرار؟ قال لك الرجال اليونان ده مين ده؟ ده الحجة أفلطو تمام؟ تعال نشوفوها الثاني أرستو هيمشى على نفس الناهج أرستو بقى كان خبيث شوية قال لك إيه؟ بينطلق من المدينة ويرى أن وظيفتها هو توفير أسباب السعادة لأعضاءها قال لك كما يعتبر نظام الرق بص بقى الكلمة الخطيرة نظام طبيعي طب العبد ده وظيفته إيه؟ قال لك العبد اللي هو وظيفتين آلة منزلية وآلة الحياة يعني الليلة كلها شايلها العبيد بص معي يا شباب قال لك هنا آلة الحياة وجوده ضروري لإنجاز الأعمال المنافية لقرمة الإنسان الحر مين الأعمال المنافية بقى؟ زراعة وصنعة واتجاة إلى آخره كل الأعمال هيقوم بها العبد وكمان لسه وآلة منزلية أنها يساعد على تدبير الحياة يعني يا مستر أيمن الحر ده قاعد يقرأ في فلسفة يشتغل في السياسة تعبان الرجل ومين بقى اللي شايل الليلة كلها؟ قال لك هنا العبد طب العبد ده وظفته إيه؟ قال لك وظفته حاجتين آلة إيه وآلة إيه؟ آلة الحياة وآلة منزلية شكرا مش هعمل حاجة تاني؟ قال لك لا ده كده هو شلي الله كلها بس التاني بقى عرزته ركز معي قوي بقى لما جيه صنف الأحرار والعبيد رجع التصنيف للبيئة للطبيعة نفسها قال لك الطبيعة ركز معي في الكلام بقى خلقت صنفين من البشر صنف بطبعه حر وصنف بطبعه عبد الفرق بينهم إيه؟ قال لك خلقت قوم ناس بنية ضعيفة شديد الزكاء الأحرار بنية قوية ضعاف العقول هم دولة العبيد وإن هذا التمايز وهذا التصنيف موجود في الطبيعة في كل الكائنات وليس البشر فقط نشوف مع بعض يرى أن الطبيعة أدت لإيجاد هذا التمايز وينتج عنه أنه هو هو قسم البشر لكم صنف اتنين صنفه حر بطبيعته وصنف عبد بطبيعته يبقى هنا التصنيف ده مش بتاعنا احنا مش احنا اللي قولنا الكلام ده يا عم ايمن أمال مين اللي قال الكلام ده هقول لك الطبيعة يا السبب يبقى هو رجع أو رد سبب هذا التصنيف للطبيعة نفسها طيب تعال نشوف بقى النقد الموجه لأريستو أو عيوب المنهج الأريستي في أخلاق المهنة قال لك هنا التعقيب فكرته عن الرق أو العبودية تتعارض مع حقول إنسان وقرامته دي حقيقة الحاجة التانية كانت نظرته برضو نظرة عنصرية في ايه اقتصر العبيد على غير اليونان تمام رقم ثلاثة انت قلت لي عم أريستو إن سبب العبودية هنا كانت الطبيعة بس هذا هذه النظرية اللي انت توصلت لها لم يؤكدها اي نظرية علمية في العالم كله اهو قال لك هذا التمايز أمر طبيعي وهو أمر غير مؤكد في العلم المعاصر ولم تؤكده اي نظرية علمية برافو عليكم والله ينور يبقى أنا خدت هنا أخلاق المهنة أول اتنين اتكلموا على أخلاق المهنة يا مستر أيمن كان أفلاطون والتاني مين أريستو برافو عليكم يلا بنا بقى نشوف الحضارة الإسلامية حضارة العربية الإسلامية مثلها اتنين مثلها الفرابي ومثلها عبد الرحمن بن خلدون تعالى نشوف الفرابي قال ايه وتأثر بايه ونبدأ نشوف ابن خلدون كان رأيه ايه الفرابي قسم في كتابه المدينة الفاضلة المجتمع لثلاث أقسام ادي واحدة وقسم المدن لقسمين مدن فاضلة ومدن غير فاضلة برافو عليكم يبقى الفرابي عمل كم حاجة قسم المجتمعات لثلاثة وقسم المدن لقسمين فاضلة وغير فاضلة بص بقى تخيل فرابي شكل المدينة الفاضلة المكونة من كم طابقة ثلاثة يبقى هو عسم المجتمعات لكم طابقة ثلاثة في القمة وعملها على شكل مثلث في قمة المثلث هيجي الإمام أو الملك أو الفيلسوف دولت هنا رقم واحد في القاع المثلث أو الهرم حط العمال العمال بقى بأشكالهم عمال فلاحين صيادين دولت رقم ثلاثة طب وفي النص بقى رقم اتنين من يعمل حاج قال لك الجند والعلماء يبقى هنا الفرابي مقسم المجتمع قسموا لثلاث طبقات في قمة الهرم حط الفيلسوف أو الملك أو الإمام رجل الدين تمام وفي القاع حط كل العمال الحرفيين سيادين زراع تجار عمال إلى آخره طب وفي النص قال لك الجند والعلماء بس في حاجة بقى خلي بالك منها المقسم المدن قسمها القسمين فاضلة ومدن غير فاضلة المدن الفاضلة هي التي يستطيع أفرادها تحقيق التعاون بين أفرادها وتحقيق السعادة لجميع أفراد المدينة أو المجتمع الغير فاضلة هي التي تفشل ركز في الكلام في تحقيق التعاون أو تحقيق السعادة لأفرادها يبقى هلف تقسيمه للمدن اعتمد على فكرة التعاون تمام طب بالنسبة هنا للمجتمعات قسمها على شكل تاني يا شباب هارمين قال لك هنا في الأول الإمام المالك الفيلسوف تحت الحرفيين كلهم في النص قال لك الجند والعلماء برافا لي طب المدن عندك فاضلة وغير فاضلة من الفاضلة هي التي يستطيع أفرادها تحقيق السعادة والتعاون لجميع أفرادها هي التي يفشل أفرادها في تحقيق التعاون وتحقيق السعادة لأفرادها هي المدن الغير فاضلة التعاقيب بقى بص بقى التأسيمة دي اتأثر بيها بالفلسفة اليونانية وخصوصا عندي مين ومين قال لك أفلاطون وقرس جميل الحاجة التانية فكرة التعاون مأخوذة من الدين الإسلامي أشار لضرورية التعاون متأثر في ذلك بالدين الإسلامي يبقى التعاقيب بتاع الفرابي اتأثر بكم حاجة؟ أسمع مع بعض قال لك تأثر بالفلسفة اليونانية في هذا التأسيم الهارمي تمام؟ التأسيم ده بالفعل قريب منه جدا تأسيم أفلاطون للمجتمع يبقى تأثر بالفلسفة اليونانية عند أفلاطون وقرس جميل وقال لك حاجة تانية قال لك هنا مدينة أو مدن فاضلة أو مدن غير فاضلة متأثر بشدة بفكرة التعاون المأخوذة منين؟ قال لك من الدين الإسلامي برافا عليكم ده مين يا مستر أيمن؟ قال لك ده الفرابي تعال بقى نشوف عبد الرحمن بن خلدون عبد الرحمن بن خلدون كتب مجموعة من الكتف التي تعرف باسم المقدمة اتكلم في كل حاجة وخلى جزء كده بالبالة دهوت أفرد جزء اتكلم فيه عن جميع المهن تمام؟ بس ابن خلدون بقول كلمة رهيبة قوي بص معايا هنا قال لك هنا العمل هو ما يقيم أو يقيم به الإنسان نفسه فلولا العمل والكذب لم يكن للإنسان قيمة كما يعدد المهن في الكثير من الفقرات وذكر مزايا وأخلاقيات كل مهنة بس قبل ما نسيبها عايز أقولك على حاجة الرجل ده قال كلمة مرعبة قال لك العمل هو اللي بيد الإنسان القرامة يعني الإنسان بيحصل على قرامته من خلال عمله وكل ما كان عمل إنسان مهم زادت قرامته ولو عطل الإنسان عن العمل أصبح فاقد لهذه القرامة رفع ليكم عطل هنا بمعنى إن فيه شغل أنا ما بشتغلش مش عاجباني الوظيفة يعني إيه أخذ ألفين جنيه وروح أشتغل ثمان ساعات طبعا عايز تقعد القهوة اهه تقعد القهوة عاطل يبقى أنت هنا فاقد للشرف والقرامة تمام يبقى الرجل ده قال لك كلمة حلوة قوي قال لك العمل هو اللي هيديني أنا القرامة وكل ما كان عملي مهم كل ما زادت قرامتك وشرفك ولو عطل الإنسان عن العمل لأصبح فاقد للقرامة والشرف برافو عليكم السؤال بقى هنتكلم النهاردة يا ابن خالدون على إيه قال لك أنا هديك مثال ادينا يا عم مثال قال لك أنا هديك مثال على مهنة التجارة تمام مهنة التجارة بقى هي عبارة عن إيه بكل بساطة هروح أشتري بعض السلع وبحها بأكتر من ثمنها فأكسب فلوس يبقى أنا هنا بنامي المال يبقى هنا مهنة التجارة تعني تنمية المال من خلال الكسب ازاي هشتري سلع معينة بسيار معين وبحها بأكتر من ثمنها فحقق ماكسب بس هو الراجل كان ذاكي جدا قال لك المهنة دي لها شروط لها كم شرط لها تلت شروط حددهم لك قال لك هنا أن يكون الكسب سهلا يسيرا يعني ما بلغش ما روحش أشتري موبايل بألف جنيه بيقى بعشرة آلاف جنيه أبقى أنا حرام أن يكون المكسب سهل يسير بسيط الحاجة التانية قال لك هنا عدم غش أو تضليل المشتري ما روحش أديله سلعة أبي حاله فيها عيوب على أنها سليمة وأن بقى مفجروا كمبلة قال لك وعدم الاحتقار لأنه مفسدة للربح يعني ما احتكرش السلعة أسيطر عليها وبحها زي ما أنا عايز يبقى أنت هنا خطط لي شروط للمهنة قال لك آه قال لك هنا بص بقى أهو واحد أن يكون الربح بالنسبة للمال يسير سهل بسيط اتنين عدم غش أو تضليل مين المشتري برافو عليكم تلاتة عدم الاحتقار لأنه مفسدة للربح يبقى دلنا مثال واحد لمهنة التجارة أن أنا هنمي الفلوس بتاعتي هكسب من خلال هشتري سلعة هشتري بضايا وابحها بأكتر من ثمانها وحطيتلي ثلاث شروط ايه شروطك يا ابن خلدون قال لك بص يا بيه أولا يكون الربح سهلا يسيرا تمام هنا عدم التضليل أو غش المشتري اتنين تلاتة عدم لاحتقار لأنه مفسدة للربح برافو عليك يا رجال والله ينور عليكم أحلى شباب في جمهورية مصر العربية تعالوا بقى غرب الباشا عدم سميس عمل كتاب اسمه صروة الأمم بيعتبر مرجع اقتصادي لكل الاقتصاديين على مستوى العالم في هذا الكتاب استعرض نظرية جميلة قوي اسمع نظرية اليد الخفية اليد الايه؟ الخفية الاختصار الشديد بتاعها إن احنا كأفراد في سعينا لتحقيق مصالحنا الخاصة أو الفردية حققنا وصلحة المجتمع جميع الشركات الخاصة لما تكسب وتتقدم وتبدأ تحس إن هي بتنمو وبتكبر ده هيعود بالمنفع على مين؟ على المجتمع دي نظرية اليد الخفية برافو عليكم تعالوا نستعرضها مع بعض الأفراد في سعيهم لتحقيق اسمع مصالحهم الايه؟ خاصة هيحقق ده وهو مش عارف دون أن يشعر هيحقق المصلحة العامة ودي بقى نظرية أو فكرة اليد الايه؟ الخفية برافو عليكم بس أل كلمة جميلة بقى لازم نترك الحرية التامة للفرد في العمل بمعنى ايه؟ إن التنافس بينهم لا يحدوا أي حدود نفسوا براحتكم وابدأوا اكبروا وتقدموا وحققوا مصالحكم لأن كل ما انت هتنموا وكل ما انت هتتقدم وانت مش عارف بتحقق المصلحة العامة برافو عليكم ده مين بقى؟ آدم سميس صاحب فكرة أو نظرية ما يسمى باليد الخفية اللي هي ايه تانية مستر ايمن؟ الأفراد تانية شباب ركز معايا الأفراد في سعيهم لتحقيق مصالحهم الخاصة هيحققوا هما مش عارفين أو دون أن يشعروا المصلحة العامة السطر ده معناه اليد الخفية مرافو عليكم نخش بقى على جورج هيجل جورج هيجل اتكلم عن العمل قالك العمل اللي انت هتقوم به هيحررك من سيطرة الطبيعة يعني أنا عشان ما بقاش عبدي للطبيعة لازم اشتغل طب أنا علاقت بالطبيعة علاقة معرفية بتعرف عليها قالك لا هي علاقة تبادل منفعة يعني ايه وهديك مثال في الآخر بص معايا الأول قالك هنا العمل انتاج للإنسان بواسطة الإنسان العمل هو الأداة التي تحر الإنسان من ايه يا مستر ايمان قالك من سيطرة الطبيعة علاقة الإنسان بالطبيعة اهو زي ما قلنا ليست علاقة معرفية فقط ولكنها علاقة تحويل وتغيير متبادل يعني ايه يا مستر ايمان مش فاهم يعني هنا الأفراد اهم هيروحوا يتعرفوا عليها لا ولكن كل واحد هيقدم خدمته للطرف التاني اللي هستفيد منها الرجل الفلاح ده يا مستر ايمان راح زرع أمح جميل وبعد ما زرع الأمح وديه للصوامع الصوامع اللي هي هتاخد الأمح ده وتحوله العمال بقى في الصوامع ديه هيحوله لدقيق تمام بعد ما حوله لدقيق هيروح يودي الأفران لعمال بتوع الأفران عشان يحوله لديه ده إلى خبص هناكله مين بقى مستر ايمان اللي هيكله؟ ده وده وده وانتو حضراتكم وجميع أفراد المجتمع يبقى جورج يجل قالت ثلاث حاجات انتاج الإنسان العمل انتاج الإنسان بواسطة الإنسان أنا اللي هقوم بالعمل العمل هيحررني من سيطرة الطبيعة من رق الطبيعة مش ما بقاش عبد للطبيعة ما تبقاش هي المتحكمة فيها وبعد كده علاقة بالطبيعة يا مستر ايمان ليست علاقة معرفية ولكنها علاقة تبادل وتحويل وتغيير متبادل خدنا المثالة هون مثال على جورج هيجل ان كل واحد هيقدم خدماته للطرف التاني اللي هيبدأ يسفيد منها أنا زرعت القمح أنا الفلاع الراجل عامل الصوامة خد القمح حوله لإيه بعد ما حوله لإيه بعته لأمال الأفران حوله الخبز كلنا أكلنا كلنا أكلنا الخبز ده يبقى ده معناه إيه يا شباب معناه علاقة تحويل وتغيير متبادل يبقى أنا هنا استعرضت كام رؤية للفلاسفة في أخلاق المهنة قالك يا مستر أيمن أنت استعرضت ستة مين هما الستة؟ قالك الستة زي ما شفنا مع بعض أول حاجة الفكر اليوناني بيمثله مين ومين أفلاطون أريستو حضارة إسلامية فرابي بن خلدون حضارة غربية أدم سميسل وجورج هيجل ده يعتبر ملخص بسيط جميل للواحدة التالتة وهي ما تعرف بإيه بالفلسفة وأخلاق المهنة حبيبنا في كل مكان وشبابنا وأبطال السنوية العامة ربنا معاكم وإن شاء الله ربنا يوفقكم كان معكم مستر أيمن حمدي على منصة هنذاكر هونلاين بالتوفية يا شباب وإن شاء الله إن شاء الله أشوفكم على خير في مراجعة وأسئلة على الوحدة التالتة إن شاء الله أشوفكم على خير وأتمنى يا رب إن نكون ضيوف خفاف عليكم ونكون استفادنا النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة